كنت طيبين النهاردة ذكرة الإسراء والمعراج وطبعا الذكرة دي بتعتبر حدث ضخم من أحداث الدعوة الإسلامية سبقته طبعا البعثة وجاء قبل الهجرة ووقعت أحداثها في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وطبعا انتقل خلالها الرسول عليه الصلاة والسلام من القدس في رحلة سماوية بصحبة جبريل عليه السلام إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليه في السماء وعاد بعد ذلك في نفس الليلة ودي طبعا معجزة جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة وتقدم درسا عظيما في تمييز الحق عن الباطل وهي رحلة نوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نبل رسالة الإسلام وسمو معاني هذه الرسالة وأكدت كمان على قيم الوسطية والاعتدار المناسبة دي طبعا وزارة الأوقاف قررت تحتفل بيها ذكرى الإسراء والمعراج يوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه كل عام وحضراتكم وكل الأمة الإسلامية بخير